الحياس حضرتك للمرأة له علاقة بالنشقة وارتباطك بولدة حضرتك اللي خصتها بأغنية الحجة فاطوم قيل أن الحجة فاطمي اللي يرحمها كانت حريصة على أن ولادة يتعلموا علماً أنه كانت أمي ما بتعرف تقرأ أذكر تماماً يا صديقتي أنه في مقتبل العمر تقل لي الحجة فاطمي عندك درس شو؟ قل له مثلاً أنا عندي درس جغرافيا طيب يا لأم روح دروس فأنا بدي ألعب فأعمل حالي أعمل بدروس بعدين أرمي الكتاب تقول جيب الكتاب وتعه تمسك الكتاب تقول يلا سمع وهي ما بتعرف تقرأ وأنا صدق أنه أمي بتعرف جغرافيا وبتعرف الدرس إذا عم سمع صحة وغلط لما أتململ وما أعرف سمع نيح تقول لي ما دارس نيح روح دروس ورجع أمي هلأدّي كانت بتحب العلم مثل أي أمهات عانوا من أوضاع معيشية بدون أولادهم يكونوا يعيشوا حياة أفضل فأمي أثرها كتير كبير بحياتي وزائد أنه إحنا كنا ستة ثلاث شباب وثلاث بنات وولاد عمي ثلاثة أي تام ربتهم وأذكر أنه أول مرة سألوني شو هو الوطن قلت له هو المصطبي اللي كانت أمي تحضر ما ربت السفرجل عليها هذا الوطن بالنسبة إلي وإذا قلت لي شو ريحة الوطن قلت لك ريحة السفرجل على المصطبي وشو هو الوطن كمان هو البيانو اللي علمني فيها أستاذ سليم في الأغاني الأولى شو هو الوطن هو المد اللي كان يوعد والدي يرتش في القهوة بعد ظهر لما يكون جاي من الشغال هادي مشاهد هادي الوطن المستكين المطمئن أمي هي أحلى غنية هي أحلى قصيدة وهي أحلى من كل أغاني من كل أصيد